اشتركوا في القناة ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتكلم الآن عن التحصن من الشيطان تكلمت عن التحصن من السحر والتحصن من العين والحسد والتحصن من الوسواس ومن جميع أنواع البلاء والآن أتكلم عن التحصن من الشيطان اللعين فالشيطان يتسلط على الإنسان وهو عدو مبين كما جاء في القرآن الكريم ويتسلط عليه لأسباب ولأمور إما لقتله وإما لإصابته بالجنون وإما أن يعطله عن العبادة والصلاة وعن أمور وإما أن يجعله ساحرا كاهنا يخرجه من الإسلام أو يأتي لمهمة ما أرسله من أجلها الساحر الكافر فإذا تسلط الشيطان على الإنسان فعلى الأفعيل فإنه يجري فيه مجرى الدم كما جاء عن صفية بنت حييم رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الحديث رواه البخاري ومسلم فيجري في الدم لكي يكثر عليه الوساوس ويفسد عليه دينه وعقيدته ويفسد عليه نومه وأيضا إذا تسلط عليه الشيطان اللعين يعقد عليه ثلاث عقد على قافية رأس النائم كما جاء في حديث أبي هرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيبا نفسي وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلانا الحديث رواه البخاري ومسلم فهذه العقد التي يعقدها الشيطان على الإنسان تفتح بالذكر وبالوضوء وبالصلاة فالشيطان إذا تسلط على الإنسان يفعل فيه أشياء وأشياء وأيضا قد يبول في أذنه كما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه رواه البخاري ومسلم يبول في أذنه الشيطان لكي لا يسمع أذان صلاة الصبح أي صلاة الفجر وبذلك يصبح رجلا كسلان يوما كاملا وهذا شر كبير أن الشيطان يصيب ذلك الإنسان ببوله لأن أنجس النجسات كما قال الشيخ ابن عثمير رحمه الله هو بول الشيطان وفي الأخير إذا تسلط عليه أيضا يبيت في خيشومه يجري فيه مجرى الدم ويعقد عليه ثلاث عقد ويبول في أذنه ثم في الأخير يبيت في خيشومه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه رواه البخاري ومسلم نسأل الله السلامة والعافية فهذا ما يفعله الشيطان بالإنسان إذا تسلط عليه في ذلك الوقت أما إذا تسلط عليه بسبب السحر والعياذ بالله فيفعل أكثر من هذا فإذا كانت إمرأة وتسلط عليها شيطان بسبب سحر الساحر فيفعل فيها الأشياء الكثيرة مثل المعاشرة والاغتصاب والتعذيب والخنق وإصابتها بالجنون قد تصاب بالانتحار قد تصاب بالهروب من البيت يأتيها اختناق فإذا كانت متزوجة قد تطلب الطلاقة بدون سبب والفراقة من زوجها ويقع 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 الكثير وقد ذكرنا هذا في عدة دروس فلذلك المسلم يجب عليه أن يتحصن من هذا الشيطان اللعين فكيف يكون تحصن المسلم من الشيطان قال تعالى في سورة المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون المؤمنون 97 و98 ذكر ابن عبدالبر في التمهيد أن معنى وأن يحضرون أي وأن يصيبون بسوء يحضرون بمعنى يصيبون بسوء وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من طريق أبي واهب قال همزات الشياطين خنقهم الناس فذلك همزاتهم وقال يحيى بن سلام قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وهو الجنون هذا التفسير معنى الآية خنق الشياطين للناس وإصابتهم بالجنون لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستعيد به من شرهم يجب علينا أن نستعيد به من شرهم لكي لا نصاب بالخنق ولا نصاب بالجنون عن طريق هؤلاء الشياطين ذكر الله سبحانه وتعالى حسن المسلم من الشيطان هناك أذكار خاصة يقولها المسلم لكي يتحصن من الشيطان كما جاء في حديث الحارث الأشعر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل يعملون بهن قال وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره أتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل الحديث أخرجه أحمد واللفظ له والترمذي وأبو يعلى والحديث صحاحه الألباني رحمه الله في تعليقه على مشكات المشكات برقم 94 و603 ألاف والشيخ مقبل في الصحيح المسند والشيخ مقبل في الصحيح المسند وأيضا حسنه ابن عبد البر في كتابه الإستعاب ومن بين ما يتحصل به المسلم من الشياطين الإكثار من قراءة المعوذتين المعوذتين عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من الجان والعين أي وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما خرجوا الترمذي وابن ماجي والنسائي في المشتبة وصحب الألباني في الصحيح الجامع برقم 900 و4 ألاف وجاء عن عقبة رضي الله عنه مرفوعا ما سأل سائل ولا استعاد مستعيد بمثلهما وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند المعوذتين طرقا كثيرة لحديث عقبة رضي الله عنه وقال فهذه الطرق عن عقبة كالمتواطر عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث وقال ابن القيم رحمه الله في تفسير معوذتين وهذه الصورة مجتملة على الاستعادة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاسي كلها وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخنا هذا من جهة من جهة أخرى المسلم إن جاءه خوف في نفسه من الشيطان سواء كان هذا الشيطان إنسي أو جني فقد علمنا الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما كيف ندفع هذا الخوف كيف ندفع هذا الخوف فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك أن يسطو بك فقل الله أكبر فقل الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعود بالله الذي لا إله إلا هو المبسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله خيرك ثلاث مرات هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة والتبراني وصححه الألباني في الأدب المفرد فهذه الأذكار وهذه التحسنات الشرعية تحفظ من الشيطان الرجيم مهما كان ذلك الشيطان كان عفريتا كان ماردا كان شيطانا كان أي شيء فهي تحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى لأن هذا وجهنا وأرشدنا إليه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهناك ذكر عظيم أيضا يحفظ بإذن الله من الشياطين الشياطين الجن والإنس كما سأل رجل عبد الرحمن ابن خنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كادته الشياطين قال جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأودية وتحضرت عليه من الجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرعب فرعب يعني النبي صلى الله عليه وسلم رعب من ذلك الشيطان اللعين ومن شعلته قال جعفر أحسبه قال جعل يتأخر هذا الرعب يعني تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابتعد عن ذلك الشيطان قال وجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمة الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرغ بخير يا رحمن فطفئت فطفئت يعني انطفأت هذه الشعلة نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي وصحا والألباني في الصحيحة فهذا ذكر عظيم يرد كيدا شياطين الإنس والجن بإذن الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يحافظ عليه يحفظ هذا الذكر ويكرره ويردده بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا من الأمور التي يدفع بها الشيطان آدم الشيطان يدفع عن بني آدم بآيات مثل آية السكينة آية السكينة هذه كان يقرأها الإمام والشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك عنه ابن القيم رحمه الله في مدرج الساركين حيث قال وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آية السكينة وسمعته يقول في واقعة عظيمة جالت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقارب من حولي اقرأ آية السكينة قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبه قال وقد جربت أنا أيضا يعني ابن القيم أنا أيضا قرأت هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته فآية السكينة تجعل الإنسان يسكن وتجعله يطمأن ويرتاح وآية السكينة موجودة في القرآن الكريم فهذا ابن تيمية رحمه الله لما كان يأتيه شيء من التعب أو من القلق أو من أي شيء ما يقرأ آيات السكينة وقد جرب هذا أيضا ابن القيم رحمه الله وهذا قول إمامين جليلين ابن تيمية وابن القيم وقد بحثت وجمعت آيات السكينة وللفائدة أذكرها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى لكي تقرؤها إن شئتم قال تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم البقرة الآية ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين التوبة الآية ستة وعشرون وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية أربعون سورة التوبة وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً الفتح الآية أربعة وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً الفتح الآية ثمانية عشر وقال تعالى اتجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الفتح ستة وعشرون فهذه الآيات السكينة الإنسان إن وجد في نفسه اضطراب أو قلق أو توتر أو تعب أو غضب أو تعب أو غضب أو أي شيء يحاول أن يقرأ هذه الآيات بنية السكينة والراحة والإتمئنان كما كان يفعل ذلك ابن تيمية وكما كان يفعل شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا نسأل الله السلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا ما ذكرناه فالإنسان يحاول أن يتحصن من الشيطان الرجيم لأنه عدو أثيم بل هو عدو مبين كما جاء في حديث النبي صلى الله كما جاء في القرآن الكريم فيحاول الإنسان أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأيضا نتحصن من الشيطان إذا أصابنا التثعب الإنسان إذا أصابه التثعب يحاول أن يتحصن من الشيطان الرجيم كيف يتحصن؟ لأن الشيطان في حالة التثاؤب يدخل يدخل في الإنسان إذا لم يضع يده على فمه أو يقذم ذلك التثاؤب كما جاء في حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رويت أبي هرير رضي الله عنه قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليردهم استطاع روى البخاري واللفظ له ومسلم وروا أيضا مسلم عن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تثاؤب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل فإن الشيطان يدخل فالإنسان إذا تثاؤب يضع يده على فمه لكي لا يدخل فهذا التحصن يحسنه من الشيطان في حالة التثاؤب لكي لا يدخل الشيطان وإذا دخل كما قلت لكم يفعل الأفعيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته